شكى مواطنون في لواء ناعور في عمان من عدم ربط منازلهم على شبكة الصرف الصحي على الرغم من انتهاء العمل في مشروع الصرف الصحي منذ سنوات إلى التفاصيل تلوث عيون المياه في لواء ناعور بسبب قدم وكثرة الحفر الامتصاصية إلى جانب تأخر ربط مئات المنازل على الخط الرئيسي لشبكة الصرف الصحي أبرز ما يعانيه سكان اللواء الواقع في جنوب العاصمة عمان عنا سمع مئة بيت جهزات في لواء ناعور وتشمل لواء حي أمتينة وحي البيادر وحي العفشات هذه البيوت سمع مئة من سنتين جهزات ولغاية هذا اليوم لم يتم إيصال خدمات الصرف الصحي إليها لمحط تنقية علما أن محط تنقية جاهزة بقيمة خمسين مليون دولار وخط الناقل بطول تسعمية وخمسين متر جاهز لكن هناك حسب خلال مراجعاتي لمعاري وزير المياه والري هناك مشاكل فنية ما بين الشركة المنفذة وهي الشركة الكورية ووزارة المياه والري ناعور الأقرب إلى قلب العاصمة عمان بلا شبكة مجار منذ ماءة عام أمر يثير استغراب المواطنين من غياب الخدمات الأساسية ويزيد مخاوفهم من تأثير المياه العادمة التي تتسرب من الحفر الامتصاصية إلى المياه الجوفية والمزارع بالمنطقة ناعور تشتهر بالينابيع يعني كاملة كلها ينابيع تلوثت من الصرف الصحي من مئة سنة ما عندنا صرف صحي وحنا الأقرب إلى عمان فأصبحت هذه المياه غير صالحة لا للشرب ولا للزراعة ناعور قاعد مستنقع صرف صحي ومنعاني من الصرف الصحي من سنين وشغلوا المرحلة الأولى نفذوها وما في فائدة بعدين نوقفوا وكل الناس قاعدة بتعاني من الصرف الصحي ومن الجيران شكاوا على بعض أكثر من سبعمائة منزل في أحياء مختلفة في ناعورة ما زالت تنتظر ربطها على الخط الرئيسي الناقل لمحطة التنقية غرب منطقة وادي السير منذ أكثر من سنتين ما أثقل على المواطنين اقتصاديا وصحيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر